السلام عليكم تمنى تكونوا كاملين مزيانين بصحة جيدة وفي احسن الاحوال يومين ان شاء الله غدي نشارك معكم اسهل حلوة اللي ممكن تحضروا في هاد اه العيدي ان شاء الله اللي هي الحلوة دمارس كتتعدل بمكوينين فقط سهلة بزف ولديدة لديدة بزف تب ابقوا معايا باش نكتشفوا المقادر وطريقة تحضر ده بغمتوا على بركة الله المقادر اللي غدي نحتاجوا فيهم مكوينين كيف ما قد لكم غدي نحتاجوا هاد الكونفلكس هذا او هاد النوع هادو اللي يجاب حالا الروز عامل دوت شوكلاة وغدي نحتاجوا مارس اه بالنسبة الكمية فغدي تحتاجوا الكمية اللي بغيتون بالنسبة اه المارس يعني كل واحد انا وردت لكم الحجم ديالو اه يعني قداش في كل اه واحد مارس غدي نحتاجوا كأس اه من هاد من هاد كونفلكس هادا يعني هاد الكس هادا كي عاد الكس ديالعينبه انا مبعد غدي نوزن لكم كل كأس شحل في هاد ديالجرام بنسبة اللي ما عندو شي الكووس اه في حال هاد ديالعينبه صاف يعني شحل ما اعملتوا دمارس كيف ما قد لكم غدي دعملو ديالكونفلكس يعني جوج دمارس جوج ديالكووس ثلاثة دمارس ثلاثة دلقوس انا هنا يعملت خمسة دمارس يعني غدي نعمل معاهم خمسة دلقوس ده هاد الكونفلكس هادا وده بغنقوزون الطريقة في واحد المقلد اللي عندي غرق المقلد مقلد دلوق ولا طنجرة يعني اي حاجة كنت عندكم متوفرة انا اخترت هادي كبيرة باش تساعد لي لانني يعني نخلط ونجمع مزيين يعني في حل شوي عاجة تعمله وانتو ما تقدروا تستعملوا شي طنجرة كيف ما شاهدتوا انني عملت دفت واحد شوية الزبدة باش تعاوني على انني ندوب ديك الشوكولات دمارس ساعملت سبعين جرام سافي غاعملت غادي نعمل كيف ما شاهدتوا الزبدة ومارس على هات شكل هادا وغادي نوضعوهم على نار هادئة يعني حتى يدوبوا معانا ودائما مع السمرار تسحرك كيف ما كتشاهدوا اذا خفتوا انه يلسق لكم ديك الشوكولات دوبوا الزبدة هي الولية ومبعد ديفوا لتشوكولات وبقوا تحركوا باستمرار حتى يدوب تشوكولات تماما ونحصلوا على هات الشكل هادا كيف ما كتشاهدوا كدبقى النا الزبدة شوية مفرقة على على التشوكولات ولكن احنا ينحاولوا يعني نبقوا ونحركوا دب هنا ارفعتها مع النار نبقوا ونحركوا حتى ينسجموا يعني التشوكولات وديك الزبدة مع بعضيتهم مزيين وغادي نضيفوا القونفليكس على هات الشكل هادا نضيفت نفس الكمية وغادي نحرك على هات الشكل هادا ومن بعد غادي نضيف الكمية المتبقية ونسمروا في التحريك على هات الشكل هادا كيف ما كتشاهدوا حتى نحاولوا يعني نلبسوا ديك القونفليكس بديك الزبدة شوكولات اللي اللي حضرنا اذا يعني كنتوا كتتحملوا شوية اذا بغيتوا يعني دعجنوها بيدكم يعني من بعد ما تبقى ونحركوها كتكون بردت معانا يعني نقدروا نحاديو فيها على هات الشكل هادا صافي كنوز واحد الكمية على حساب يعني الكمية اللي بغيتو على حساب الكورا وش بغيتوها يعني كبيرة او صغيرة يعني كيبقى اآ دوق ديلكم سوف نننهزوا واحد الكمية كيف ما غضكم وغادي نضغطوا عليها مزينا انا غادي نحاول معاكم واحدة يعني هيدا كيف ما شهدتو اذين ننهزوا واحد الكمية وغاماقو نضغطوا عليها على هات الشكل هادا باش اه يعني تتجمع معانا آه القورايا على هات الشكل هادا باش دتماسك يجب ان اضغطيها على نار حادئة مع السمرة تحريك بشكل تحريك يمكنك العدلها بسهولة قبل أن يبرد نصف الكمية الحلوى سهلة لا يوجد تمارا تحضرها يمكنك تضيفها وممكنك تزينها هنا يجب بردو وضوبت تشوكولاتة حمام مائي سوف نبدأ نغطصها ودائما نحفظ على الشكل بيان معنا سوف نضرب كما تشاهد لتحضر الزوائد الشوكولاتة سوف نسح ونزل الزوائد الشوكولاتة لا يوجد سيحين وقبطنا الشكل سوف نستمر ونكمل الكمية كاملة بالنسبة للعدد الكمية 40 حبة وكيف يمكنك أن تجربوا الكمية حلوى قبل أن يبرد شوكولاتة سوف نزيد بقطع جدا صغيرة سوف نقطعهم شرائح رقيقة سوف نقطعهم على هذا الشكل كيف تشاهدون اذا خافتوا أنه يتبسط معكم لا يبقى يعاطي الشكل فممكن تسخنوا الموس على البوطة وعلى النار سوف نقوم بسكويت سوف نقوم بسكويت سوف نسخن الموس غير شوية كيف ما تشاهدون وعلى مقطع لأنني نحافظ على شكل بسكويت لإعطاني المنظر مزيون كيف ما شهدوا فق الحلوى اخر هو سوف نقوم الموس اللي كيجي فيه الأسنان صحي وغضو قطعه في حالي كنقطعه بالمنشار يعني كنمشيو ليمين شمال بشوية حتى كي تقطع معنا بالآذيك الساعات ما تحتاجوش أنكم تصخنوا الموس يعني غايت قطع معكم بكل سهولة وهذا كان هو الفيديو دينا اليومان أتمنى يكون الإعجاب ديالكم والاستحسن ديالكم كيف ما شاهدتوا أنها الحلوى جد سهلة والمضاق دياله كيجي خطير خطر جدا وحتى القرمشة يعني ديك الكونفلس كيعطيونا واحد القرمشة والمارس يعني أنتم عارفين المضاق دياله يعني كيجي واحد مضاق غزال مع القرمشة كيجي ومزيونين بالسف بنتي الصغيرة لم أجدني شي حتى نصور هانتم كتشادوا يعني عبّتلي واحدة وأنا غادي نخليكم تسمعوا ممي ممي اه ممي ريكو هانتم سمعتوا هكي مم ريكو يعني لديد صار حكي شيوم مزيونين بالسف غادي نالوا الإعجاب ديالكم غادي نالوا الإعجاب للوليداس ديالكم ان شاء الله نتمنى تجربوهم وضروا الدعليا ونتمنى تبرتجهم على عائلة ديالكم والأصدقاء ديالكم اللي تعمل فائدة وما تنسوني شي كامل عادة باللايكات ديالكم والكومنترز ديالكم اللي كي شجعوني أكتر كنشكركم بزف على الكومنترز اللي كتخليوني كي شجعوني بزف وبنسبة الناس اللي جزادين معنا كنرحب بكم إذا كان عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى فما ننسوش تشاركوه في القناة بالضغط على أبوني وتسوكريبير أو اشترك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في القناة وذا بغدا نخليكم حتى الفيديو المقبل إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة